تفاؤل وترحيب كبير وعلى أعلى المستويات الاجتماعية والدينية بالزيارة المرتقبة لباب الفاتكان إلى البلاد في خطوة تاريخية من شأنها أن تساهم بإظهار النسيج الاجتماعي الموحد الذي يتكون منه الفوسيفساء العراقي المتميز الجامع لكل الطوائف ديننا دين المحبة، ديننا دين التواصل، ديننا دين التعايش، ديننا دين التسامح مع كل الديانات، فنحن بحاجة حقيقة في هذه الظروف خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها البلد الظروف الأمنية الصعبة، الظروف الاقتصادية، جائحة كورونا نحن بحاجة أن نعزز من أواصر المحبة والأخوة فيما بيننا نرى كثير من المثقفين والقادة المسيحيين لهم مواقف وكتابات ومؤلفات وقصائد عظيمة جدا عن مذهب أهل البيت خاصة مع الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لعلاقات أكثر مع البابا ومع الأخوة المسيحيين في جميع أنحاء الأرض الفنانون والأكاديميون رأوا في زيارة فرصة لإظهار صورة البلد المشرقة الداعية إلى الوحدة وحب السلام حدث مهم ورسالة رسالة للآخر أن هذا البلد ممكن أن يكون آمن ومستتب وهي دعوة للآخرين يعني تعرف التنمية متوقفة وغيرها يعني هذا وجود الباب أو حضورة للعراق أنه يفتح باب للآخرين لبقية مجالات الحياة أن تكون هناك متواجدة بالعراق نحن نرحب بهذه الزيارات ويعني ما أعرف شين اللي نقدر نقوله أنه أهل الوسع هنا بالجميع وكل من يزور العراق زيارة تاريخية تنتظر البلاد من المؤمل لها أن تعمل على ترسيخ علاقات الثقة المتبادلة بين جميع المكونات وتفسح المجال أمام المساجد والكنائس كي تتعاون وتدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية لقناة العراقية الإخبارية أيثم هاشم البصرة